كل سنة ونطيبين رمضان كريم انا دكتور مصطفى النحاس طبيب نفسي وسعيد جدا نكون اول بودكاست عربي عن الطب النفسي وما اننا اعزين في البيت وقاعدتنا في البيت مطولة شوية ورمضان السنة دي مختلف شوية فقررنا هندخل معاكو جوة بيت العيلة نتكلم عن كل فرض في العيلة عن التحديات اللي بتقابله عن المشاكل اللي عنده عن الاحتياجات ازاي نحل مشاكلنا معاه هنتكلم بالتفاصيل التفاصيل هنكون معاكو كل يوم جوة بيت العيلة ومعايا اشتر محاورة في مصر زوجتي الحبيبة ماروحين اهلا بيكو في الحلقة التامنة من جوة بيت العيلة واحنا لسه مع الام زي ما سميناها كده عمود الخيمة اللي موقفة البيت النهاردة هنتكلم على دور الام كزوجة والتوازن بين الزوجة والام وعنا الدكتور مصطفى وحنبتدي باول سؤال هل فعلا الاهتمام ما بيتطلبش الاهتمام بيتطلب جدا جدا والاهتمام بيتطلب بشكل واضح وبشكل مباشر وما فيش اي مشكلة خالص نهتقول له عايزة وردي ابراهيم دي حاجة مش عيد دي حاجة ما تقللش مني لما بطلب منه قدامي انا بسهل عليه علاقتي بي يعني الطلب المباشر الصريح السهل بيخلي علاقتنا اوضح واسهل في جملة كده عندنا ان الحاجة لما بتطلبه بتجيلي فبتفقد معناها وبتفقد طعمها وانا لما اقول له قدامي اهتم بي انا بصعب عليه الدنيا او بقول له عايزة تخلي بالك مني او تهتم بي او تحبني فدي جملة فتفاضة جدا للي قدامي لو هو مش فاهم نفسه لغة الحب اللي عندي مش هيفهمها ومش هتوصله مش هيبقى عنده حاجة يرد بي مثل ما هقول له مثلا من فضلك وانت في الشغل ايبقى اكلمني عشان انا بحتاج انك تكلمني انا محتاجة منك ان انت تبعاتلي رسالة الصبح تصبح علي محتاجة منك انك تجيبلي هدية مش هازم اقول له هتلي هداية في اليوم الفلاني بالشكل الفلاني ولفهالي اللفة الفلانية علشان مفقدش طعم الحاجة بس اوضح له انا محتاجة ايه اوضح له دب اكتر من طريقة ففكرة الاهتمام الاهتمام بيطلب جدا وبشكل واضح وبشكل سهل احنا كده بنتكلم عن توقعات الزوجة كتير من الزوجات بيبقى عندهم مشكلة دايما في الاحباط ان هم بيقوموا متوقعين حاجات من زوجهم وما بتجيش فبالتالي بتطلع الاحباط ده على كل الناس على كل سوايا جدا جدا التوقعات والاحكام يعني ايه يا ما بهدلت ابطال يعني ضهات ناس كتير جدا احنا مشكلتنا الكبرة في العلاقات في التوقعات وفي الاحكام عشان برضو نوضحهم للناس التوقعات مقصود بيها اني مستني من القدام اني يعمل حاجة المعينة بالطريقة اللي انا شايفة انا مستني منه تصرف معين رد فعل معين بقوله جملة علشان استفزه يرد على رد معين انا مستني اسمعه دي كلها توقعات او متوقع من القدامي شكل من الاهتمام او درجة من الاعتناء بيها الاحكام اني عندي حكم مسبق على القدامي ان الشخص القدامي ده مثلا يعني شخص فاشل او شخص غير مهتم بي او شخص ما بيحبنيش عندي حكم مسبق عليه او انه ما عندوش مشاعر فده حكم انا اصدرته على القدامي لزقته فيه حتى في اختلاف المواقف ما عنديش استعداد ان انا جدد نظرتي لي ما عنديش استعداد ان انا راجع نفسي في حكمي على القدامي التوقعات عموما بتقلل من ادراكنا للي حوالينا لاني بشوفه بالنظارة اللي انا حاططها لنفسي اللي هي محدودة جدا ومحبطة جدا مفيش حد بيحس بمشاعرنا ولا بيفكر بدماغنا فاللي قدامي عمره ما حيفكر بدماغي فمش ممكن يديني رد الفعل انا مستنيه مهما كان الشخص القدامي قريب وغالي وعزيز علي وارد يصدر من التصرفات انا مش متوقعها وارد جدا يعمل حاجات يخلف توقعي للاحسن او الاسوأ فانا عايزة اتعامل مع القدامي بالاستنتاج مش بالتوقع يعني عايزة اتعامل معها لقد خطواته احاول اقدرك اللي هو بيعمله ده بعد ما يتم مش قبل ما يحصل مش عايزة احط السيناريو مسبق لعلاقتنا عايزة نقل معاك لنقطة اه احساس الزوج بالاهمال من زوجته او الزوجة احساسها بالاهمال من زوجها نتيجة وجود اولاد وطبعا هما بياخدوا وقت كبير جدا من الزوجة اكتر من الزوج يعني بحكم المكتوع اللي احنا فيه ازاي نعمل التوازن ده هو الحقيقة ان التوازن ده بدايته او الخلل ده بيحصل من بدايته فكرة الوفاء وفكرة الاخلاص وفكرة الامومة لان الامومة بالنسبة لنا مقدسة فالزوجة اللي بتهتم بنفسها على حساب ولادها ده بالنسبة لنا حاجة يعني ده ست مش كويسة انها مهتمية بنفسها عشان زوجها او مهتمية بجزها وسايبة الولاد ففكرة الاعتناء بالولاد دي بالنسبة لنا بقى فيها مبارزة في العائلات يعني الام بتلاقي بتحط حملة على بنتها انت ازاي مش ما خليها بالك من ولادك اصل ولادك بيعمله اصل ولادك كزا وكزاك المحيطين من صحابها ومن قريبها وهكزا فده فكر مجتمعي بيضغطها انها تهتم ببادء اكتر شوي وطبعا غيزة الامومة بتخلي عندها جلد الزيت انا اولادي محتاجة عمل لهم كزا انا عايزة عمل لهم الاكل اللي بيحبوه عايزة خليهم طولوقت في احسن حال فببزي المجهود زيادة وعد اقنب في نفسي واقول اصلي دوري اني خلي بالي منهم ودور زوجي يخلي بالي هو كمان فننسى تماما علاقتنا ببعض واهتمامنا ببعض فتبتدي تفقد مثلا اهتمامها بشكلها تفقد الشغف بعلاقتهم الخاصة تفقد الشغف بعلاقتهم ببعض في التواصل التواصل البسيط انهم يقول بعض كلام كويس او يهتموا بوقت شخصي يكون ما بينهم يكون عندهم وقت لنفسهم بعيد خالص عن الولاد او عن ضغوط اليوم بتنسى تماما كل ده فيبتدي يحصل مشاكل وفجوة ما بينها وبين الزوج رحمه الله يا ازواج بيوتوا يشتكوا ان ما حدش بيعملوا الاكل اللي بيحبوا خلاص وحدش مهتم بيه مفيش تدليل مفيش خالص كأنه يعني يكون برس خلاص بقى كامل مهمل في العلاقة لشان هو مش هو اهم حاجة فخلاص فنبتدي يعني ايه نبعده من الصورة موضوع نبعده من الصورة ده يعني احنا تكلمنا شوية عليه الحلقة اللي فاتت فكرة ان الام بتتصدر المشهد صحيح مكان الام والاب بتعمل ده تأثيره ايه على علاقتهم ده تأثيره على المركب كلها الحياة تأثيره على الولاد يعني طبعا بتلاقي ام بتبتدي تعمل تحالفات وتكتلات ضد راجل الغالبان الزوج الغالبان تبتدي تجمع الولاد نحيتها مثلا تشتكلهم من باباهم او ان باباهم بيرفض حاجة فتقولهم خلاص لما ينزل حنبقى نعمل احنا او ان انا حاجب لكم انا كونش انت دعو بيه انا حتصرف او نجيب الحاجة فلناية ونخبيها بدل ما ييجي يسألنا برافو عليكي واسوأ حاجة بنوصلها لولادنا هي هي ان انا اديهم رسالة مزدوجة ان انا اقول حاجة وبابا بيقول عكسها يعني اسوأ رسالة ما وصلها لولادنا ان احنا فيه بيننا شرخ ان فيه في علاقتنا فجوة ينفع يدخلوا منها فهيدخلوا منها باستغلال والولادة اسكية جدا في ده عارفين ماما بتوافع على ايه وبابا بيوافع على ايه فيستغلوا الطرفين زائد ان فكرة السلطة في بالهم واحساس الامان قدامهم بيتشوه فبعندهم صورة مشتتة ومشوهة من الامان حاسين ان السلطة بالنسبة لهم هي حاجة مهزوزة ينفع نضحك عليها ونستغل لها ونعمل حيال معا فده يطور عندهم حيال دفاعية اصعب ففكرة ان انا اقول للولاد حاجة عكس كلام باباهم او ما يكونش في بنا سيناريو ومتفق عليه ما احنا ممكن نلعب مع بعض جود كاب وباد كاب احنا اتنين متفقين ان انت حترفض وانا حوافق بالشكل الفلاني او انا حقناعك علشان هما او انا حباها رفقنا وهكذا فيكون في بنا سيناريو مسبق واتفاق مسبق وطبعا الاتفاق ده مش في كل موقف يعني مش في كل موقف بنقض نحط عشان حياة ما تحتملش ده بس احنا عندنا سيناريو متفقين عليه عارفين ان ابننا الفلاني مثلا عينة دي فالعينة ده محتاجين نتعامل معاه بشكل معين فحنتطر نلعب مع الجيم ده ان واحد بيرفض فالتاني بيوافق فواحد بيعاقبه فواحد بيكافه وهكذا بس ان انا اعمل ده بشكل مش مدروز او بشكل يقزينا فده يعني بيقزي العلاقة جدا جدا طيب برضو من الحاجات السائدة دور الزوجة تحسوا متقلص في شكل رعاية الاولاد الغداء والمطبخ تنظيف البيت يعني رعاية البيت ان يبقى في احسن حاد صحيح وشكرا اكيد مش ده بس دور الزوجة ده 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 د بيت. مفيش وقت حي يجي علينا مش عايزين ناكل ونشرب. او ان احنا عايزين ننظف المطبخ او عايزين ننظف مش حينفع. احنا طول وقت عندنا ده. فده محتاج لادارة لليوم. محتاج تنظيم ليومي. يعني ادارة وقتي في البيت مهمة جدا. لو ما عنديش وقت شخصي كل يوم فانا حخصر جدا على مدار الاسبوع. هبقى عايش طول وقت باجري في دوامة مش عايش حياتي. زي ما بنسمع ان امهات كتير بتحس كده فعلا ان انا حياتي تسرقت. ما بالك بقى لو انا النهار ده حياتي الزوجية كمان بتنهار بسبب ده. انا طول الوقت مشغولة في تفاصيل الولاد عندي ولادين تلاتة بذكر لهم وبعمل البيت وبعمل حاجة البيت. فانا ما عنديش وقت لا لنفسي ولا لزوجي. اي علاقة في الدنيا محتاجين نستثمر فيها. وما فيش علاقة بتنجح لوحدها تلقائية. احنا بنبذي المجهود مستمر عشان نعرف نعيش. فاحنا محتاجين نخلي بالنا ان غلاقة الزوجية محتاجة استثمار من الطرفين. لو عايزة اعيش سعيدة ومرتاحة محتاجة بذل شوية مجهود. اني اطور من نفسي. اني اتجدد في شكل التواصل ما بيني وما بينه. ان يكون مرأبة ومركزة هو بيتطور في انهي التجاه. عشان انا كمان لما اطور مروحش بحتة بعيدة عنه. نفضل على تواصل. فكلامنا مع بعض والوقتي اللي بنقعده سوى مهم جدا جدا. ما ينفعش ان احنا نغفل عنه او نسيبه. اعتقد برضو مهم ان الستة تبقى عندها قدرة على التفويد يعني انها تفوت حد من الاولاد يساعدها في حاجة. لو تقدر تجيب حد يساعدها في الاعمال اللي هي مش محتاجة تواجدها الشخصي. هقولك الرد اللي بيقوله اغلب الامهات. اه. مش حيارفوا يعملوا زي. رابع ليجي. محدش حيارف فيها من الحاجة زي ما انا بعملها. ده رد اغلب الامهات. وهو في حاجات مش محتاجين تبقى مية في المية. طبعا هزي الفكرة هو هو الفكرة كلها ان احنا محتاجين شوية مرونة في تقبل الاشياء. وان احنا مش كل الامور هامة وعاجلة وطريقة ولازم تحصل حالا. المشكلة اني لما بأجل ولما بقرر ان انا حتصدر المشهد ببقى عايشة طول وقت في كرايزيز طول وقت في ازمة. انا طول وقت على صفيح ساخن لان بجري ورا حاجات ما خلصتش. طفي حرايق. بطفي حرايق طول وقت لانها ما خلصتش وما اطفتش ومش حتطفي. المفاجأة ان انا بعيش كده بكتشف بعد عشر سنين من حياتي ان في عشر سنين ضعوا انا بجري. طب بجري ورا ايه بجري ورا المجهول. بجري اسكت بلاوي. بس انا ملحقتش عايش. فتنظيم الوقتي هو اللي بخليني اعرف عايش. يعني اللي بيخليني اعرف اعيش بشكل متوازن ان في حاجة متنظمة. ان يعارف هعمل ايه امتى? طبعا ما بيقولش ان انا حامشي على جدول حازم وصارم. غصبا يعني هيكون فيه نواقص. والولاد بيطلع لهم حاجات طريقة. والحياة بيحصل فيها ازمات. بس هلاقل يكون فيه شكل من الادارة الحكيمة. الادارة اللي فيها آآ يعني رشيدة اللي فيها وعي. نعم حتى يعني دايما نقول فكرة المية في المية اللي الامهات آآ برضو في مجتمعنا مهتمة بيها دي فكرة برضو مش سليمة يعني فيش حاجة في الدنيا مية في المية ده خالص. تانية حاجة فيه اشياء كتير جدا مش محتاجة والاحسن لها متكونش مية في المية. وبتتضري لو خلتها مية في المية. بنزين العربية لو كان مية في المية بدل اتنين وتساين بدل خمسة وتساين الموتور يتحرق. بالزبط. هو ده هو ده الفكرة بالزبط. ان احنا مش مدركين ان فيه حاجات لو وصلت للكمال فهي بتنقص. فهي بتبقى بازد مش كويسة. فبتبقى مؤزية. وفكرة المثالية او الكمال في في نفسنا ده امر شبه مستحيل. يعني لو لحظة وصلنا للصفاء الزهني والسكينة بنوصل لها لحظة. بس بعد بعد شوية بيحصل حاجة تشتتنا. فبنفقد ده. فما فيش مية في المية ولا في سوابط في نفسنا. طبعا الحياة الزوجية فيها مشاكلها فيها خلافتها. فعايزين نتكلم عن ادارة الخلاف ده بعيدة عن قصة الهرمونات اللي هلية بيها في كل حتة اونلاين. هايزين نسمع كلام دكتور بقى. طبعا الهرمونات موجودة عند الراجل وعند الست باختلاف كل واحد فيهم واختلاف هرمونات كل شخص فيهم. ولكن يمكن عشان الست الهرمونات بتاعتها بتمر بشكل من يعني سايكل كاملة. فالسايكل بيكون فيها تقلبات مزاجية في اوقات. واحيانا بتدخلها في حالة من الاكتئاب هي بتأثر فعلا على مزاجها. بس في مبلغة شديدة في الكلام عن الهرمونات. وكأن الستات فقدين عقلهم عشان عندهم اختلافات او او حاجة بتحصل في هرمونات طبيعية مليون في المية. يعني دي حاجة ربنا خلقها جوه ست طبيعية جدا وجزء من انستها. فما ينفعش ان احنا طول الوقت نتك عليها او نقعد نتنمر على الستات عشان هم عندهم هرمونات مختلفة عن الرجل. هو كل واحد عنده وجهة نظر وطريقة بيفكر بيها. وكل واحد عنده اه روابط في مخه وطريقة الكيميا بتاعت مخه بتشتغل بيها. فده مش معناه ان حد فيهم مختل او حد فيهم اقل او حد فيهم اعلى. مجنون. بزمت. ومعاديين طول الوقت يعني هرمونات يا مجانين. بالرغم ان احنا يعني شايفين في العالم كله يعني الحركة ان معظم المناصب القيادية في الشركات الكبيرة جدا مسلا ستات. دلوقتي ستات بتشتغل طيارة بتشتغل قضية بتشتغل حيات كتير جدا. فلو فعلا الموضوع بهذا السوق وهذا الاختلال مش ممكن هو ليس خلل هو امر طبيعي جدا ومحتاج ان احنا نبص له بنظرة اعتبار واحترام. وليس نظرة تقليل وتحقير. وفيه فرق كبير جدا. واعتبار ان فيه اختلافات فالاختلافات دي واجب ان احنا نقدرها ونخلي بالن مني. يعني فيه خلافات بتحصل نتيجة التغيرات المزاجية والتغيرات الهرمونية وارد جدا. يعني يحصل ايه? يعني يحصل الحالة المزاجية بتاعت الستة تبقى سيئة فتبقى مركزة في كل صغيرة وكبيرة. فالامور اللي عادية ما تعديش. فتتخنق على حاجات صغيرة في العادي هي ما تخنقش عليها. هي في العادي شايفاها بس ما عديها. بس وقت مدايقتها مش قادرة تعديها. فبالتالي قدرتها على التحمل بتكون اقل شوي. محتاجة مؤقت. جميع مشاعرنا مؤقتة. والست غالبا بيحركها جدا في خلافاتها مشاعرها. واحساسها ان هي متقدرة او لا. فبالتالي اللي انا واقفة عنده وبتخانق عليه محتاجة اراجع نفسي. لو احنا في موقف تاني وفي مشهد تاني هطالب بنفس الحاجات ولا لا? لو انا النهار ده واقفة بتخانق معه بقول له طلقني. هل انا بكرة الصبح لسه عايزي طلقني? ولا انا كنت بقول له كده عشان هو يقول لي لا ده انا متمسك بيكي. احد الجيمز اللي استاد بتلعبها كتير في حياتها الزوجية انها تكمل احساسها بنفسها من اهتمام الطرف التاني بيها. تبقى حاسة ان هي مهمة لما هو يديها اهميتها. فانا محتاجة ارجع اشتغل على قيمتي الزاتية. انا مهمة بعيدا عن تقييم الاخرين. انا مش حبقى مهمة بس لما جوزي يقول انت مهمة. انا حبقى مهمة لما كنت شايفة اهميتي وشايفة وجودي. شايفة ان وجودي الواحده قيم ومهم. وان اللي معي محتاجني زي ما انا. زي ما انا محتاجة له اي زي كمل معي هو كمان محتاجني. فما ينفعش اكون باختلق مشاكل عشان احس باهميتها او احس بوجودي. وفي الخلافات عموما محتاج يكون عندي شكل من المرونة. وشكل من المصرحة. مبقاش بقول حاجة عكس تماما من اللي جوايا. او بخبي نص اللي جوايا عشان خايفة من حكمه على كلامي. او هو هيشوفني ازاي وحيحكم علي ازاي. هو لو شاف اي حاجة فده انا دي حقيقتي. فمهم يشوفني زي ما انا عشان نعرف نتخطى الخلاف. مالك مفيش. مارديش اتكلم عن ده خالص. مالك مفيش. بس دي حاجة فعلا موجودة كتير. طبعا موجودة كتير. موجودة كتير علشان يعني اه حتى لما بنتكلم في ده مع مع في محاضرات او حاجة مع مع السيدات مع البنات تقول يعني ايه اقول له امالي من قبل مسلا ست مرات مالك مفيش. يعني لازم على اقل عدد معين منه. عشان عشان احس ان انا عايز اقول فعلا انا حس ان هو مهتم يسمع. يا ده ربي. فلازم اصعب عليه الموضوع. ايه ده انا فيدي افكرة في الموضوع ده. عجبني. اختنعت. لأ ارجوكي لأ. شكرا يا دكتور مصطفى نورتلنا شوية كده. ده لومت بسيطة. وحنستناك في الحلقة الجاية ان شاء الله. شو الله. هنتكلم عن تحديات الام. تمام جدا. وعلشان تتابعونا سابسكرايب على الساونتلاوت شانيل واليوتيوب شانيل. التو تشانيلز اسموه دكتور مصطفى النحاس. وكل يوم سابت الساعة اثنين الدهر خلال رمضان. هيبقى عندنا لقاء لايف. نجاوب فيه على اسئلكم. ق vulnerabilityicting مصطفى المصطفى النحاس دي اللحف Bong gl مل مقذي طوال رمضان. شنجر مشانور يوال تتب gran Sou سابسكرايب على الساونتلاب وق respected شكرا